اشتركوا في القناة اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي فلا حول ولا قوة الا بك حبايب القلب الله يسعد اوقاتكم جميعا بكل الخير والمود والمحبة ويا ربي يرزقكم العلام الكاملة علامة المتين والمعدل الرائع المرتفع اللي يدخلكم التخصص اللي بدك اياه واللي بتحلم فيه في الجامعة ان شاء الله تعالى اقولوا امين يا رب العالمين يا حبايبي القلب اليوم حنبلش بموضوع نقل الدم بموضوع نقل الدم يا حبايبي موضوع نقل الدم فيه موضوعين اساسيات فيه فيه موضوع انه لما بدي انقل خلايا دم حمراء من شخص الى شخص من شخص متبرع الى شخص مستقبل بحاجة لهاي العينة او بامكاني انه انقل حسب الحالة المرضية اشي اسمها بلازمة الدم بلازمة ايش دم اذا بنقل الدم بتعمل مع موضوعين بدي احدد اللي بدي انقلها كعينة هل هي عينة خلايا دم حمراء او عينة دم بشكل عام او عينة بلازمة الدم وبس من شخص متبرع بالبلازمة الى شخص دواته دم بشكل عام تمام 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 بموضوع نقل الدم يا حبايب القلب بموضوع نقل الدم يا حبايب القلب دير بالك وشوف هاي الشغلات الاساسية اول اشي بنظام الاب او بنظام الاب او بدك تعرف انه فصيلة الدم او فصيلة الدم او حدد نوع مولدات الضد تبعتها ما عندها ما عندها لا مولد ضد اي ولا مولد ضد بي على سطوح الخلايا الدموية الحمراء اذا خليط الدم الحمراء او او فصيلة الدم الحمراء او زيرو مولدات ضد وايضا تمتلك بما انها زيرو مولدات ضد تمتلك كاجسام مضادة عندها في بلازمة دم تبعتها جسم مضادة من نوع انتي اي وجسم مضادة من نوع انتي بي اذا فصيلة الدم او تمتلك نوعين من مولدات الضد فصيلة الدم او لا تمتلك اي نوع من مولدات الضد يعني لا عندها لا مولد ضد اي ولا مولد ضد بي يعني ما عندها المعرفات ما عندها البروتينات السكرية على سطوح الخلايا الدموية الحمراء فيما انها تمتلك نوعين من الاجسام المضادة الاجسام المضادة التي تمتلكها فصيلة الدم او نوعين عندها جسم مضاد اسم الانتي اي وعندها الجسم المضادة اللي اسم الانتي بي متواجدات هدول في بلازمة دم فصيلة الدم او طيب اما فصيلة الدم اي فصيلة الدم اي عندها مولد ضد اسم ال اي يعني نفس الفصيلة تمتلك مولد ضد اي وين موجودة على سطوح الخلايا الدموي الحمراء يعني وين من روح نلاقي مولدات الضد التي تمتلك نفس الفصيلة على سطوح خلايا الدمي الحمراء وفيما ايضا تمتلك جسم مضاد او سلاح سميناه الانتي بي هذا السلاح او هذا الجسم المضاد اللي اسمه الانتي بي تنتجه فصيلة الدم اي ربانيا يعني من اول مين ولد الطفل بيكون في دمه مدام انه دمه نوعه اي موجود في بلازمة دم نفسه ايش اسلحة او اجسام مضادة اسمها الانتي بي طيب لو روحنا يا جماعة الخير على فصيلة الدم بي بما انه فصيلة الدم بي تمتلك مولد ضد اسم البي وين متواجد هذا المولد الضد على سطوح الخلايا الدموي الحمراء تمام تمام التي تمتلكها نفس الفصيلة وايضا ينتج ربانيا منذ لحظة ولادة الطفل في دمه في بلازمة الدم بالتحديد جسم مضاد اسمه الانتي اي موجود في بلازمة الدم في بلازمة شو بلازمة الدم ممتاز يا استاذ ممتاز اذا هاي فصيلة الدم او هاي فصيلة الدم بي وهاي فصيلة الدم اي حسب نظام الاب او حسب نظام الاب او طيب تعال على فصيلة الدم اي بي الاب يا جماعة الخير تمتلك مولد ضد اي وايضا مولد ضد بروتين سكري من نوع بي موجودات وين الجوز على نفس سطوح خلايا الدم الحمراء التابعة لفصيلة الدم اي بي وبما ان هذه الفصيلة عندها نوعين من مولدات الدد نوعين من المعرفات لا تمتلك ولا يوجد لا تمتلك اي نوع من الاجسام المضادة يعني ما عندها لا انتي اي ولا انتي بي لانه موجود عندها مولدين ضد من نفس النوعين تمام يا حبايب تمام انروح يا جماعة الخير على فصيلة الدم الموجبة موجبة العامل الريزيسي موجبة العامل الريزيسي مدام موجبة العامل الريزيسي يعني يوجد مولد ضد اسم الدي ولا تمتلك لا تمتلك جسم مضاد اسم الانتي دي حلو مدام موجبة يعني فيها مولد ضد دي طيب حلو اما فصيلة الدم السالبة سالبة العامل الريزيسي انتبه هون يا حبي بما انه سالبة العامل الريزيسي يعني انه لا يوجد لا يوجد على سطوح خلايا الدم الحمراء للفصيلة السالبة للفصيلة السالبة بغض النظر شنوع الفصيلة بغض النظر انها كانت او 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 بي او اي بي ما بهمني الش نوع الفصيلة المهم شمالها سالبة لا يوجد على سطوح الخلايا الدموية الحمراء تبعتها مولدات ضد من نوع دي من نوع ايش دي وايضا شوف كيف وايضا هاي دير بالك عليها وايضا في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي عند الشخص الذي فصيلة دمه فصيلة دمه سالبة في الوضع الطبيعي يعني هو الشخص طبيعي يعني مش داخل مستشفى مش نقلين له دم تمام فصيلة دمه سالبة لا تحتوي بلازمة الدم تبعته بلازمة الدم له اي جسم مضاد اسم الانتي دي هاي دير بالكم عليها بالوضع الطبيعي هون مش زي فصيلة الدم اي موجود في البلازمة انتي بي مش زي فصيلة الدم بي موجود في بلازمة الدم تبعتها انتي اي الانتي اي والانتي بي لحظة الولادة موجودات بنفس الدم اما فصيلة الدم سالبة عشانها مش موجود عندها مولد ضد دي انت بتحكي لازم تنتج انتي دي الوضع الطبيعي مدام انه مش منقول دم هاي الفصيلة للدم السالب مش منقول له دم لا يحتوي بلازمة الدم تبعته مش متشكل عنده انتي دي لكن لكن اهون السلافة لكن اذا نقي له اذا نقي له دم موجب دم موجب العامل الرئيزيسي دم موجب العامل الرئيزيسي الى هذه الفصيلة السالبة الى هذه الفصيلة السالبة فان هذه الفصيلة السالبة تمام سوف تنتج سوف تنتج جراءة يعني عشان جراءة نقل دم موجب لها عشان انه نقلنا دم موجب الها تمام سوف تنتج ايش راح تنتج راح تنتج اجسام مضادة من نوع انتي دي من نوع ايش انتي دي اذا متى تنتج الفصيل السالبة الانتي دي متى ستمتلك السلاح الانتي دي فقط في حال نقل دم موجب الى هذه الفصيلة السالبة اما اذا نقلنا فصيلة السالبة لفصيلة السالبة عادي الوضع لن تمتلك ولن تنتج السلاح الخاص فيها اللي اسمه انتي دي طيب استاذ انا لحد الان ملغوش الامور عندي تعال معاي بالتفصيل عشان انا اورجيك وافهمك كل سلافة يا حبيب القلب حسب نظام الاب او ونظام العامل الريزيسي ونظام العامل ايش الريزيسي كيف يعني يا استاذي بدك تورجيني السلافة في عنا قواعد قواعد نقل الدم او بدي اسميها قواعد نقل خلايا الدم الحمراء اول نوع من النقل اوكي شو هي القواعد اللي بدك تلتزم فيها وبدك تلتزم فيها يا حبايبي عشان نقدر نعرف ما هي القواعد التي من خلالها اميز نقل دم صحيح او نقل دم خاطئ وشو معنى نقل دم خاطئ وشو هي الاعراب اللي لازم نعرفها انه هاي عملية نقل دم خاطئ حب اذا التقى اذا التقى او اجتمع مولد ضد من نوع ايه من التقى مولد ضد من نوع ايه مولد الجسم المضاد يعني الجسم المضاد سلاح من نفس النوع ان ت ايه يعني ضد الا هذا وين بدي يكون موجود في بلازمة دم الشخصي المستقبل مستقبل عينة الدم اذا التقى مولد ضد ايه يعني هذا اللي رايح لهذا هذا بس بشر السلاح المستقبل هنا لا تجوز عملية النقل يعني بتكون عملية نقل دم او نقل خلايا دم حمراء خاطئة هاي اول قاعدة طب استاد ليش شو رح يصير شو رح يصير هسا بقول لك شو رح يصير المهم انه ما يلتقي ايه مع انتي ايه ليش لانه اذا التقل ايه مع انتي ايه رح يصير طوش تخثر وتحلل لخلايا دم حمراء المستقبل شو هاذ راح على هاذ رح يصير عند هاذ طوش تحلل لخلايا الدم الحمراء تبعته جراء التقاء مولد الضد اللي احنا نقل من المتبرع الى المستقبل طب احنا ليش نقل نقل هذا المستقبل بكون مريض بحاجة الى نقل دم انه نتبرع له دم حلو اذا التقى اذا التقى او اجتمع مولد الضد اللي من النوع ب اللي هو تبع فصيلة الدم ب هذا بكون وين يا جماعة الخير من المتبرع موجود في فصيل الدم المتبرع مع مين التقى مع الجسم المضاد الجسم ايش المضاد اللي اسمه الانتي لبي الجسم المضاد الانتي بي الذي يكون وين في بلازمة دم المستقبل للعين يعني هذا وين بكون بالضبط في بلازمة الدم احنا بنت ننقل عين تده عين خلايا الدم الحمراء لدم المستقبل بس هذا دم المستقبل بس بتعامل مع وين في بلازمة الدم تبعته ليش بتطلع السلاح الذي سيواجه الاشي المنقول او الاشي اللي جاي من المتبرع اذا التقى مولد ضد بي مع الجسم المضاد انتي بي هذه عملية دم عملية نقل دم خاطئة عملية نقل دم خاطئة او كي يعني غير صحيحة ليش يا انه برضو اذا التقى مولد ضد بي اللي جاي اصلا اللي بتكون في دم المتبرع اللي احنا من ناقلينها خلص يعني اتخلصنا من المتبرع اخذنا من المتبرع نقلناها ل مين لدم المستقبل فان التقاء مولد ضد بي مع الانت بي في دم المستقبل يسبب طوشة شو معنا الطوشة طوشة يعني رح يصير تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل رح تتحلل وتتفت خلايا دم الحمراء تبعته ل المستقبل طيب شو رح يصير هاسا من يعرف شو رح يصير اذا شو هم القاعدتين يا استاذي ببساطة القاعدتين ببساطة انه اذا التقى ال مع ال انت ا طوشة يعني خطأ طيب اذا التقى بي مع ال انت بي برضو طوشة حلو حلو طيب بمنحة اخر اجاك سؤال وخطر عبالك سؤال استاذ اذا التقى مولد ضد ا مع الجسم المضاد في دم المستقبل كان نوع انت بي هاي عملية نقل دم صحيحة ليش لانه مولد ضد ايه يا جماعة الخير موجود على فصيلة الدم ايه وفصيلة الدم ايه هي التي اصلا تنتج ويكون في بلازمة دمها جسم مضاد انتبي يعني ما في عدوات هون يعني من ايه لأيه لو احد فصيل الدم ايه يحتوي في بلازمة دمه على انتبي العملية النقل شو ما لها صحيحة انا بعطي القواعد وايضا الحال عندما يلتقي مولد ضد بي موجود في فصيلة الدم بي من متبرع مع الجسم المضاد المنتج من فصيلة الدم كان نوع الجسم المضاد انت ايه تمام فان هذه عملية نقل دم صحيحة اذا القاعدة انه ما يلتقي ايه مع انت ايه وانه ما يلتقي بي مع انت بي اوكي طي اذا صار التقاء بين مولد ضد من نوع ديه في العامل الرئيزيسي مع الانتي دي ومتى ينتج الانتي دي فقط عند قدوم دم موجب الى الدم السالم اذا التقى مولد ضد دي مع الانتي دي ايضا هذه عملية نقل دم خاطئة شو معنات خاطئة كل عملية دم خاطئة نقل دم خاطئ يعني طوشة يعني تحلل لخلايا دم الحمراء تبعث المستقبل حلو حلو هسا منعرف شو مع الامثلة كاملة كيف يعني مع الامثلة كاملة استاذ ها اذا اجتمع اي مع انتي اي شو رح يصير رح يصير طوشة شو يعني طوشة معنات الطوشة يعني تحلل خلايا دم حمراء المستقبل ويصاحب ذلك يعني بيجي مع تحلل خلايا الدم الحمراء تبعث المستقبل جراء التقاء الاي اللي من المتبرع مولد ضد اي مع الجسم المضاد تبعي المستقبل تمام ويصاحب تحلل خلايا الدم الحمراء تبعث المستقبل ارتفاع في درجة حرارة جسم المستقبل يعني كيف انا بعرف انه هذه العملية خاطئة اول ما اشوف ارتفاع في درجة حرارة جسمه حم بعرف انه العملية خاطئة بوقف عملية النقل بقول اي عملية الدم خاطئة لا يتناسب الدم اللي انا بدي اعطيه لدم المستقبل لا يناسب الدم مش نفس النوع وايضا يصاحب ذلك ارتعاش في جسمه معنى الارتعاش في الجسم قش عريرة بقشعر جسمه لل جسم المستقبل لعينة الدم وايضا اذا كانت كمية الدم المنغولة المنغولة من المتبرع الى المستقبل كبيرة تؤدي الى فشل كلوي تؤدي الى فشل كلوي وعلى سحب يكبير وعلى سحب يكبير يعني يؤدي الى الوفاء الله 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 شوف 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 اذا صار التقاء ايه مع انتي ايه او بي مع انتي بي او د مع انتي د او د مع انتي د هدول الثلاث حالات اذا التقى هسا بحكي لك كيف نحددهم اذا التقى ايه مع انتي ايه طوشة ايه احفظها مش تكتب له طوشة لا انا بحكي لك شو رح يصير عشان انت تاخذ الامور ببساطة طيب شو معنا الطوشة علميا حسب الكتاب معناها سيحدث اذا التقى مولد ضد ايه مع انتي ايه سيحدث تحلل خلايا دم حمراء المستقبل ما هي اعراض الطوشة ارتفاع في درجة حرارة جسم المستقبل حم ار ارتعاش في جسم للمستقبل قشعريرة واذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي الى فشل كلوي قصور في وظائف الكلاه وايضا اذا كانت الدم المنقولة كبيرة تؤدي احيانا الى الوفاء على مجبرة سحبيا كبير او على العزارية اللي بالصل او على اي منطقة فيها منطقة الدفن في المنطقة اللي انت ساكن فيها تمام يا باشا تمام يا فاندي طيب يا باشا اذا التقى مولد ضد به مع الجسم المضاد انتي بي بي مع انتي بي ماذا سيحدث سيحدث طوشة شو معنا الطوشة تحل الخلايا الدم حمراء المستقبل اللي استقبل هاي العينة يعني فوق ما هو مريض احنا هنمرض بزيادة تمام يا باشا طب استاذ ليه ما فحصتش من قبل لا عم في مرات في بعض الحالات كانت زمان كنا من عرف الشنوع فصيلة الدم وكانت يجينا المستقبل مريض وبحاجة للدم طب انا مش عارف هاي العينة مباشرة بدي انقول هاي العينة اذا بينت هذه الاعراض اول ما تبين بوقف العين ما بموت يعني بتكون الكمية قليلة ومنعطي ابر بعدين بتحلل اللي التقى من ايه مع الانتي ايه يعني نقدر نتصرف في اوليتها بس اذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة هون القصة يا جماعة اذا ماذا سيحدث عند التقاء بي مع انتي بي شو بتحكي بعقلك عشان تسمع طوشة شو معنات الطوشة بلغة القطاوي تحلل خلايا دم حمراء المستقبل ماذا يصاحب ذلك ما هي الاعراب التي ستظهر على جسم المستقبل لهذه العين المنقولة بشكل خاطئ يلا ارتفاع في درجة حرارة جسم المستقبل حمى ارتعاش في جسمه للمستقبل قشعريرة واذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي الى فشل كلوي يعني قصر في وظائف الكلة مع على سحاب يك ب تمام ان لله وان اليه راجعون تمام يا حبيبي تمام طيب ماذا سيحدث عند التقاء مولد ضد دي تبع الموجبية لفصيلة الدم مع الانت دي الانت دي التي سوف تنتجه فصيلة الدم السالبة من الذي سينتج الانت دي فصيلة الدم السالبة لكن متى اذا قدم اليها اذا نقل اليها دم موجب اذا فصيلة الدم السالبة لن تنتج يعني يعني رح تنتج الانت دي الا اذا اتى اليها او نقل اليها او اج عليها دم موجب طب اذا التقى مولد ضد دي تبع الدم الموجب مع الانت دي الذي انتجه حاليا عشان اج عليه دم موجب اذا التقى دي مع الانت دي يا محمد ماذا سيحدث سيحدث طوشه شو معنى الطوشه تحلل لخلايا الدم حمراء المستقبل ويصاحب ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم يعني ايش حم ارتعاش في جسم القشعريرة واذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي الى قصور في وظائف الكلة وإلى فشل كلوي واذا كانت الكمية كبيرة كثير تؤدي الى الوفاة وعلى سحب يكبير خلينا انترجم هذا الحكي ب امثلتنا اللي راح اطيك اياها حبايب القلب الان بدنا نبلش بكيف بدي انا اعمل عمليات نقل الدم الصحيح انبلش بفصيلة الدم او اول اشي يا جماعة الخير بالقواعد نقل الدم الصحيح نقل خلايا الدم الحمراء ننظر الى نوع مولد الضد في فصيلة دم المتبرع يعني شو نحدد شو نوع مولد الضد عند المتبرع اه ايمن ايمن اسمع نزلت لهم حصة انا من جيل 2006 لطلاب 2007 وكانت الحصة انت موجود فيها قسما بالله تعالي شوي بس ارجيهم مياه تعال اوه تعال تعال ايمن ايمن قالوا لي وين هذا ايمن اشتقنا له شفتوا هذا ايمن الله تكلافي ايمن تذكر قصة صبحي وخلف وهذول الغزيتهم في جسر البرداج كون ؟ غزيتهم للجسد براي ولكن خلنا ارواح ليش يا ايمان اريد اطلع ايمان ليش هيك مستحيل ولكن تسلم الشباب طب ليش هيك حمرتي ايمان بتحبني طب تركني اس ALAs لا يوفقكم يا رب الله يوفقكم ليش ليش لماذا عليك ليش ناديلي جيمع Adult يشوفوا قبل وبعد طيب يا حفايف إذن ننظر إلى نوع مولد الضد اللي موجود في فصيل الدم المتبرع وأيضا ننظر ونحدد في نفس الوقت إلى نوع الجسم المضاد في فصيلة اللي موجودة في فصيلة دم المستقبل طيب أستاذ إن تقولت أصلا إنه مولد الضد موجود على سطوح الخلايا دم الحمراء يا جماعة الخير بعرف بس إحنا منحكي فصيلة الدم بشكل عام من ضمنها سطوح الخلايا دم الحمراء يعني مولد الضد مستحيل تلاقي في بلازمة الدم هان هان الجسم المضاد بعرف إنه في بلازمة دم المستقبل بس إحنا منحكي دم بشكل عام ومن ضمن الدم موجود في بلازمة الدم بس أنا بقول لك هسه بدي اهتم في النقل النقل بتحدد شو نوع مولد الضد اللي موجود في دم المتبرع وشو نوع الجسم المضاد اللي موجود في دم المستقبل تمام تمام فصيلة الدم 0 مولدات ضد 0 مولدات ضد يعني ما عندها لا A ولا B بس تمتلك الجسم المضاد عندها الانتي A في بلازما الدم تبعتها والانتي B في بلازما الدم تبعتها لما بدي انقل انا بدي انقل فصيل الدم 0 لواحد فصيل الدم 0 كمان يعني من 0 ل 0 بتصير العملية صحيحة ليش؟ لانه شرط انه تكون العملية خاطئة ان يلتقي A مع انتي A على الاقل او B مع انتي B على الاقل هل حدث التقاء اذا بدي انقل O O حدد شو مولدات ضد تبعته 0 مولدات 0 مولدات بدي انقل لواحد فصيل الدم O اللي بدي انقل له يا هانا بحدد ايش شو نوع الاجسام المضادة شو عنده انتي A وعنده انتي ايش B هل جرى التقاء بين مولدات ضد مع اجسام مضادة حتى اني احكي عملية النقل خاطئة لا ما صار التقاء فاذا عملية النقل شو مالها صحيحة جربت انقل O بدي اخلي O يتبرع لواحد فصيلة دمه A من O لا اي من O لا اي يلا هسا من O لا اي هاي ال O حكينا ال O زيرو مولدات هاي اول شرح لهذا السهم يعني ال O بيعطي حاله هسا من O الذي يكون زيرو مولدات يعني ما عنده مولد ضد اي ولا اي ولا بي بدي انقل ال O لا واحد فصيلة دمه A يلا حدد ال A شو يمتلك جسم مضاد عنده الانتي B يمتلك الانتي B في بلازمة الدم تبعته هل جرى التقاء بين B مع انتي B عشان احكي انه عملية الدم هاي اللي حصلت خاطئة لا مدام ما صار ما صار التقاء بين B مع انتي B اذا عملية النقل صحيحة تمام تمام اذا ال O بيقدر يعطي حاله وبيقدر انه نخلي ال O يتبرع لأيه طيب جربنا انه نخلي فصيلة دم O تتبرع لواحد فصيلة دمه B واحد شو نوع فصيلة دمه B تعال معاي هاي عملية شرح نقل من O لا A من O لا A هسه من O لا B يل ال O نفس القصة نحدد وننظر الى لوح مولد الضد اللي عند ال O ال O ما عندوش مولدات ضد ما عندوش مولدات ضد يعني كمان ما بحدد الاجسام المضادة في عملية النقل المتبرع بس بحدد شو نوع مولد الضد تبعه زيرو مولدات بدي انقوله لمن لا ال B تعال يا B ها هاي ال B ال B بتحدد شو نوع الاجسام المضادة في دم المستقبل هذا المستقبل عندو أنتي A هل جرى التقاء بين A مع أنتي A عشان يصير طوشي لا اذا مدام لا اذا عملية النقل التي حدثت من أولى B عملية نقل دم صحيحة طير وبرضو نفس السلافة اذا بدك تنقل عينة دم O ها O لواحد فصيلة دمه A B O زيرو مولدات ضد وهذا زيرو اجسام مضادة ال A B لا يمتلك اجسام مضادة يعني لن يحدث نهائي التقاء بين مولدات الضد مع الاجسام المضادة فعملية النقل شو مالها صحيحة طلع O يا جماعة الخير ال O فصيلة الدم O تعتبر معطي عام معطي عام حسب نظام A B O حسب نظام ايش ال A B O تعال على الفصيل الثانية الفصيل الثانية اللي بدنا ندرسها الآن فصيلة الدم A فصيلة الدم A جربنا نعطي من A ل A ال A ل A عما اظن عملية الدم شو مالها صحيحة نيجي نجرب A متبرع شو نحدد شو نوع مولد الضد الذي يمتلكه عنده مولد ضد A بدنا نتبرع لواحد فصيلة الدم و A طب ال A المستقبل بحدد شو نوع الجسم المضاد يمتلك جسم مضاد اسمه الانتي بي شرط انها تكون عملية الدم خاطئة يعني لا تجوز ان يحصل التقاء بين A مع انتي A هنا A مع انتي بي مدام A مع انتي بي عادي الامور عملية النقل صحيحة يعني يجوز واحد فصيلة الدم A ان ينقل فصيلة الدم الى واحد اخر فصيلة الدم كمان A جربنا نعطي من A ل B بدنا نشوف من A المتبرع صح ولا لا ماذا نحدد نوع مولد الضد شو عنده A طيب من المستقبل B المستقبل بحدد شو نوع الجسم المضاد الذي يمتلكه ال B يمتلك جسم مضاد اسمه الانتي A سيحدث التقاء بين مولد الضد A مع الانتي A في جسم المستقبل ويحدث طوش يعني هاي عملية نقل دم خاطئة لا تجوز ليش سيحدث طوش تحل لخلايا دم حمراء المستقبل اللي فصيل الدم وبي وذلك لالتقاء مولد الضد A المتواجد في دم المتبرع مع الانتي A كجسم مضاد متواجد في دم المستقبل ويحدث تحل لخلايا دم حمراء المستقبل ويصاحب ذلك الأعراض الآتية ارتفاع في درجة الحرارة حمه ارتعاش في الجسم قشعريرة وإذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي إلى قصور في وظائف الكلا وممكن إلى الوفاة جربنا من إلى A B جربنا إنه ننقل عين الدم A ل O ها قبل A B تمام إذن هاي لا تجوز خاطئ عملية دم خاطئ يعني سيحدث طوشة طوشة ها من O من A إلى O هسا حسا حكينا إحنا قبل من O ل إيه عادي طيب تعال ال A شنوع مولد ضد تبعها عندها مولد ضد إيه بدي أن قل ل مين ل O هسا O يا جماعة عندها نوعين من الأجسام المضادة عندها أنتي A وعندها الأنت B إحنا O بعرف إنها زير مولدات ضد بس لما يتكون O مستقبل بدي أحدد الأجسام المضادة تبعتها وهنا سيحصل التقاء على الأقل بين مولد ضد A اللي موجود في المتبرع مع الأنت A المنتج فيه بلازمة دم المستقبل O ويحدث طوشة يعني لا تجوز عملية نقل الدم من إلى O ليش هيصير تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل O وذلك لالتقاء مولد ضد A المتواجد في دم المتبرع مع الجسم المضاد anti A المتواجد في بلازمة دم المستقبل ويحدث تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل ويصاحب ذلك ارتفاع في درقة الحرارة إيش حمى ارتعاش في جسم قش عريرة وإذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي إلى قصور في وظائف الكلة وإلى الوفا أحيان جربنا ننقل من A لواحد فصيل الدم A B طب A B مدام ما نقوله يعني مستقبل نحدد أجسام مضادة عنده 0 أجسام مضادة ما عنده لا anti A ولا anti B فصاد عنده مولد ضد A لن يحدث التقاء بين مولد ضد A مع anti A لأنه هذا لا يمتلك أجسام مضادة فعملية النقل هاي شمالها صحيحة يعني فصيلة الدم A تعطي نفسها وتعطي فصيلة الدم A B بس ما 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 بتقدر A تعطي B وما بتقدر A تعطي O تمام تمام يباشا روح لي على B B حاولنا أنه نعطي A ماذا سيحدث يل من B ل A ال B بحدد شو نوع مولد الضد تبعها مولد ضد B اسمه دون النظر إلى الانتي A المنتج بس بحدد نوع مولد الضد في جسم المستقبل شو عنده الانتي ل B ال A سوف تنتج الانتي B سيحدث التقاء بين مولد الضد بيه المتواجد في دم المتبرع مع الانتي B المتواجد في دم المستقبل ويحدث طوشه تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل اللي يفصيل الدمه ايه ويصاحب ذلك الأعراض ارتفع في درجة الحرارة حمى ارتعاش في الجسم كشعريرة ويصاحب ذلك قصور في وظائف الكلا إذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة وتؤدي إلى الوفاعة طب من B لأو برضو ما بصير بعرف ليش ما بصير يلا B المولد الضد تبحى بي الأو اللي بدي أن نقوله بيه لأو الأو عنده انتي ايه وعنده انتي بي يمتلك نوعين من الأسلحة سيحدث التقاء بين مولد الضد بيه المتواجد في دم المتبرع مع الانتي بيه المنتج في دم المستقبل ويحدث طوشة شو يعني طوشة يا جماعة الخير طوشة يعني تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل وأيضا يصاحب ذلك الأعراض اللي حكيناها يعني عملية الدم شو مالها خاطئة نقل الدم خاطئ جربنا من بيه لأي بي الأي بي حكينا عنه بما انه هو المن المستقبل زيرو أجسام مضادة يعني لن يحدث التقاء بين مولد الضد بيه مع أحد الأجسام المضادة أنتي بيه لأن الأي بي لا يمتلك أي نوع من الأجسام المضادة فعملية النقل صحيحة إذن البي بيعطي حاله وبيعطي بس الأي بي بيعطيش إلا نوعين من الفصائل بيعطي نفس فصيلته وبيعطي الأي بي ما بيقدر بيه إنه يعطي إيه وما بيقدر البيه يعطي الأو تمام؟ تمام إيجينا على آخر فصيلة ضمن النظام الأي بي أو ألا وهي الأي بي جربنا أول إشي ننقل من أي بي لأي بي هاي عندها مولد A مولد ضد اسمه A ومولد ضد B بما إنه هو المتبرع المتبرع بحدد شنوع مولدات الضد بما إنه مستقبل بدي أحدد شنوع الأجسام المضادة زيرو أجسام مضادة فهذه عملية نقل الدم صحيحة ليش؟ لعدم التقاء مولدات الضد بالأجسام المضادة فالأي بي يستطيع أن يتبرع لنفسه جربنا بحالة أخرى أن ننقل دم من A B متبرع يعني عنده مولد A وعنده مولد B إلى دم مستقبل من نوع O الأو نحدد بما إنه مستقبل أجسامه المضادة عنده أنتي A تمتلك نوعين من الأجسام المضادة هون سيحدث التقاء بين مولد الضد A مع الأنتي A ومولد الضد B مع الأنتي B يعني طوشة كبيرة يعني هاي عملية النقل الخاطئة لالتقاء مولدين الضد من نوع A و B مع الأجسام المضادة اللي موجودة في دم المستقبل أنتي A وأنتي B وسيحدث طوشة تحلل لخلايا دم حمراء المستقبل مصاحباً ذلك الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة حما ارتعاش في الجسم قشعريرا وإذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة يؤدي إلى قصور في وظائف الكيلو على السحابية كبيرة وأيضاً A B كمتبرع عنده مولد A ومولد B لا يجوز نقلها إلى فصيلة الدم A ليش؟ لأنه A عندها سلاح اسمه الأنتي B سيحدث التقاء بين مولد الضد B مع الأنتي B يعني هاي عملية دم خاطئة وأيضاً من A B لبي كمان ما بصير ليش؟ لأنه هاي عندها مولد A وعندها مولد B وهاي عندها أجسام مضادة اسمها الأنتي A فسيلتقي أنت A مع مولد الضد A في دم المستقبل سبباً تحلل لخلايا الدم الحمراء فهاي إيش؟ عملية نقل دم خاطئة طلعي الـ A B الـ A B بيستقبل من الكل بيستقبل من الـ B وبيستقبل من الـ A وبيستقبل من الـ O وبيستقبل كمان من حاله إذن الـ A B فصيلة الدم A B تعتبر مستقبل عام لنقل خلايا الدم الحمراء حسب نظام A B O حسب نظام A B O تمام يا قلبي؟ تمام يعطيك المختصر في المخطط كامل حكينا أنه الـ O تعطي نفسها وتعطي الـ A وتعطي الـ B وتعطي الـ A B الـ O معطي عام تعطي الـ A وتعطي تعطي نفسها وتعطي الـ A وتعطي الـ B وتعطي الـ A B أما الـ A أما الـ A تعطي نفسها لا تستطيع أن تعطي الـ O لا تستطيع أن تعطي الـ B إنما تستطيع أن تعطي الـ A B يعني الـ A ما بتقدرش إلا تعطي نفسها وتعطي الـ A B الـ B ما بتعطيش إلا نفسها بس ما بتقدر تعطي الـ O ما بتقدر تعطي الـ A بتقدر تعطي consists of B الأO B الأO B مستقبل عام فقط تعطي نفسها تعطي نفسها وتستقبل من الكل هذا بنسميه الدم البخيل بيأخذ من الكل بيعطيش إلا حاله أما الكريمي الأو بيعطي الكل وبيأخذش إلا من حاله الأو الأو ما بيأخذش إلا من حاله بس بيقدرش يأخذوا ولا من أي فصيلة بس بيقدر يعطيهم كلياتهم هذا اسمه نظام A-B-O هذا اسمه نظام ال-A-B-O طب تعال معايحه على نظام العامل الريزيسي خليك معاي الآن يا حبايب القلب نظام العامل الريزيسي نظام العامل الريزيسي انتبه لهذه القواعد بمختلف شنوع فصيلة الدم أول شيء ننتبه له في عملية النقل ألا وهو نظام ال-A-B-O يعني نحدد ال-A-B-O بعدين نطلع على العامل الريزيسي بحكي لك إذا كان الدم موجب وبدو يتبرع بتطلع شو نوع مولد الضد تبعه عنده مولد ضد D بس الدم الموجب يعطي الدم موجب يلا ليش لأن الدم الموجب عنده 0 anti-D يعني ما عنده anti-D D عفوا 0 anti-D 0 anti-D يعني لن يحدث التقاب مولد ضد D مع ال-anti-D فهي من موجب لموجب عادي لكن شو رح يصير إذا نقل دم موجب إلى دم سالب حس السالب في الوضع الطبيعي لا يمتلك ال-anti-D يعني متى بيقدر يشهر سلاح ال-anti-D فقط يشهر الدم السالب وينتج الدم السالب اللي هو ال-anti-D فقط عندما ينقل إليه دم موجب فإذا نقل دم موجب إلى دم سالب سيلتقي مولد ضد D الموجود في الموجب مع ال-anti-D المنتج من السالب عشان قدم إليه موجب تمام وسيحدث طوشة شو يعني طوشة طوشة تحلل لخلايا دم الحمراء ايه فصيلة الدم السالبة وسيحدث تحلل لخلايا دم الحمراء مصاحباً أعراض شو هي الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة حمى ارتعاش في الجسم نقش عريره وإذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة تؤدي إلى فشل كلوي وإلى سحابي كبير دم الموجب الدم السالب يا حبايب القلب الدم السالب زيره مولدات ضد يعني ما عنده مولدات ما عنده مولد D نقوله لسالب السالب السالب ما عنده أنتي دي ولن ينتج الأنتي دي لأن الذي قدم إليه سالب يعني بيقدر يميز الدم هو جسم هي مناعة ذاتية آه يعني كمان زيره أجسام مضادة لأنه الدم المستقبل شاف اللي إيجا عليه لا يمتلك مولدات ضد دي فعشان هيك ما رح يطلع له أنتي دي يعني لن يحدث التقاء لا من هذا ولا من هذا وأيضا الحال عندما ينتقل دم سالب اللي هو زيره مولدات ضد دي على دم موجب الذي أصلا كمان لا يمتلك أجسام مضادة أنتي دي ليش؟ لأنه بيمتلك دي لأنه بيمتلك مولدات ضد دي وضحت يا جماعة الخير هاي متى ينتج الأنتي دي عند السالب فقط في حال نقل دم موجب إليه بس بالوضع الطبيعي عندي الشخص الطبيعي اللي مش ما نقول له واحد أنا دمي سالب هل موجود عندي أنتي دي إذا حللت دمي؟ لا متى بتلاقي الأنتي دي في دمي؟ فقط إذا نقل إلي دم موجب هل تلاقي في دمي أنتي دي يعني طوشة تحلل لخلايا دمي الحمراء تبعتي ويصاحب ذلك الأعراض اللي حكيناها بالمقتصر العامل الريزيسي R-H الدمي الموجب الدمي الموجب من يستطيع أن يتبرع له الدم السالب والدم الموجب لكن هو كموجب لا يستطيع إلا أن يتبرع لمين؟ لموجب الدم السالب لا يأخذ إلا من سالباً يعني الموجب لا يستطيع أن يتبرع للسالب أنه عملية الدم خاطئة بتصير والسالب بإمكانه أنه يتبرع لسالب وبإمكانه يتبرع لمين؟ لموجب تمام؟ اتجاه السهم يعني من إله من إله يعني هذا متبرع مستقبل هنا صار متبرع مستقبل وضحت من إله هان من إله هان من إله من إله وضحت وهكذا الآن يا حبايب خلينا ندرس خلينا ندرس يا حبايب القلب اللي هو كيف عمليات نقل الدم ونأخذ أمثلة عليها نجمع ميكس ما بيناتهم كلياتهم لو إجينا على واحد فصيلة دمه O- دخل مستشفى هذا O- يا حبايب القلب دخل مستشفى وحتاج إلى فصيلة الدم إلى فصائل دم تتبرع له يعني هنا في هذه الحالة سيكون هو المستقبل قلنا من هي فصائل الدم التي تستطيع أن تتبرع لل O- تيجي يا جماعة الخير أول إشي عشان تحدد المتبرعين بعينة الدم أو بعينة خلايا الدم الحمراء اللي بدك تعطيها لل O- حسب نظام ال-A-B-O انسى الإشارة أول إشي بنقل الدم انسى الإشارة أول شي تحدد أنا حظ المخطط O بيعطي ال-A وبيعطي ال-B وبيعطي حاله وبيعطي ال-A-B صح ال-O تيجيها ال-A بتعطي حاله وبتعطي ال-A-B ال-B بتعطي حاله وبتعطي ال-A-B ال-A-B بتعطيش إلا حالها تيجي إحنا بدنا لا ال-O يعني السهم جاي على ال-O ولا سهم جاي على ال-O إلا من حاله يعني لا يستطيع إلا المتبرعين اللي فصيل الدمهم بس من O هم اللي بيقدروا يتبرعوا لأ O بعد ما حددت نظام ال-A-B-O في التبرع يعني ما الذي يتبرع لأو ماينس بس O بما إنو ماينس تيجي للعامل الريزيسي العامل الريزيسي هاي الموجب الموجب يستطيع أن يأخذ من سالب وموجب من سالب وإيش؟ وموجب بس الموجب لا يستطيع إلا أن يعطي موجبا الدم السالب الدم السالب السالب لا يستطيع إلا أن يأخذ من سالبا لكن كسالب بيقدر يعطي السالب وبيقدر يعطي الموجب إحنا بدنا إشي جاي على السالب إشي جاي على السالب بس السالب ما بيأخذ إلا من سالب إذن بس فصيلة الدم O ماينس هي التي تستطيع أن تتبرع للأو ماينس يعني الأو بلس أو بلس ما بتقدر تعطي للأو ماينس هيحدث التقاء بين البلس المولد ضديه مع الجسم المضاد الذي ستنتجه في حالة النقل موجب لا سالب ويحدث طوشي تحلل الخلايا دم الحمراء المستقبل إذن بس الأو ماينس هي التي تستطيع أن تتبرع للأو ماينس في نفس الوقت بدي الأو بلس يلا أو بلس لا بنفس الوقت تخليين قبل الأو بلس أو ماينس صحي من المستشفى وقال بما إنه ربنا أعطاني الصحة بدي أصير أتبرع بدمي لمين للناس لمين بيقدر يعطي لمين بيقدر إيش يعطي مين هو؟ الأو ماينس لمين بيقدر يعطي يعني صار في هذه الحالة هو المتبرع بطل مستقبل برضو بحدد نوع فصيلة الدم حسب نظام الـ A-B أو الـ O بتعطي الـ O بتعطي الـ A وبتعطي الـ B وبتعطي الـ A-B يعني طالع منها السهم بدو يكون لمين الـ O طالع منها السهم طالع على حالها؟ يعني O بتقدر تعطي الـ O ويعطي الموجب فبتيجي بتحكي الس- O مينس بيعطي الـ O مينس وبيعطي الـ O بلس بيعطي الـ A مينس وبيعطي الـ A بلس بيعطي الـ B مينس وبيعطي الـ B بلس بيعطي الـ A-B مينس و الـ A-B بلس فطلع الأو ماينس حسب نظامي A, B, O والعامل الرئيسي R, H معطيعا حسب النظامين بيعطي كل الفصائل الثمانية الأو ماينس والأو بلس الأو ماينس والأو بلس البي ماينس والبي بلس والأو ماينس والأو بي بلس تعالي نشوف مع بعض الأو بلس الأو ما بتوخذ إلا مين المتبرع اللي بيقدر يعطي من هون ومين المستقبل اللي بيقدر يوخذ من أو بلس يعني بدي أمثل أول إش الأو بلس إنه مستقبل من متبرع وبدي بعدين أمثل الأو بلس إنه متبرع لمستقبل يلا من الذي يستطيع أن يعطي الأو بس أو بعدين بروح على الموجب الموجب اللي بيقدر يجيه السالب وبيقدر يجيه الموجب من نفس الفصيلة التي تم تحديدها حسب نظام الأو بلس يعني الأو ماينس بتقدر تعطي الأو بلس و الأو بلس بتقدر تعطي مين الأو بلس ما بتقدر الاو بلس تعطي الاو ماينوس واضحة معطي عام للفصائل الدموية الموجبة فقط تمام طيب تعالوا بدي واجب معاكم يا حبيب الاو ماينوس مين بيقدر يعطي الاو ماينوس والاو ماين بتقدر تعطي تستقبل وبيدي تمثلول الاو بلس وبدي تقدروا تعطونين البي ماينوس وبدي تقدروا تعطوني البي بلس وبيدي تمثلول الاو بي ماينوس وبيدي واجب للأي بي أبلس تمام تمام كلهم تمثلول مين بيقدر يتبرع لهم وهي لمين بتقدر تتبرع المستقبلين منها اوكي اوكي الروح وين يا حبايب على الملف اللي انا بدي ارفقلكم اياه هاي القواعد المهمة وهذا متى بدي ارفقلكم اياه مش هاي الحصة تطلبوه الحصة الجاي لما اشرح نقل بلازمة الدم احنا بس شرحنا نقل خلايا الدم الحمراء مرة الجاي نقل اللي بلازمة مع الجداول اللي انا محضر لكم اياها بورقة العمل هاي كاملة حتى انه تكون اموركم تمام في الدوسية احنا وين يا جماعة الخير حكينا كل هذا الكلام هاي المخطط كامل لنقل خلايا الدم الحمراء ادرس الحالات التالية ثم بين الحالات التي يمكن نقل الدم فيها يعني هون انا بتعامل مع نقل دم مع نقل شو دم من اي لبي خاطئة لالتقاء مولد ضد اي مع الانتي اي المنتج من فصلة الدم بي من او لجميع الفصائل صحيحة من اي بي ل او خاطئة ليش؟ لالتقاء مولدي ضد اي و بي مع جسمي المضاد الانتي اي والانتي بي من بي لأو خاطئة لا تجوز من اي بي لأي خاطئة ومثلناها صحيحاً بيناه عند حدوث عملية نقل دم خاطئة بالخطأ فان الاجسام المضادة الموجودة في بلاز ما دم الشخص المستقبل ترتبط مع مولدات الضد المشابهة لها على سطوح خلايا دم الحمراء المنقولة من الدم المتبرع مما يسبب تحل المولدات الضد المتواجدة على سطوح خلايا دم الحمراء المنقولة شو بصاحب ذلك؟ ارتفاع في درجة حرارة الجسم عند الشخص المستقبل الحمى حدوث ارتعاش في الجسم قشعريرة حدوث فسه الكلوي أحياناً وقد يكون وقد يموت إذا كانت كمية المنقولة كبيرة قصور في وظائف الكلام جدول إثرائي هذا النفسه اللي أنا حطت لكم يا على الألواح يعني لما انت تحل الواجب وتنقلولنا إياهن وانتنشرولنا إياهن على قروبات الأحياء مع مصر القطاو أصلح لكم إياهن تمام بتكون أموركم تمام التمام لازم تحل بإيدك يا أستاذي تمارس في المادة وفكر ثم أفسر هذول المرة الجاي من كمان منشرحه أفكر ثم أفسر لا يمكن لشخص فصيل الدم لديه A أن يتبرع لشخص فصيل الدم O لأنه سيلتقي مولده ضد A مع الأنتي A المنتج من فصيلة الدم O ويحدث تحلل لمولدات الضد المتواجدة في فصيل الدم المتبرع عند دم المستقبل ويحدث ويصاحب ذلك أعراض اللي هم ارتفاع الحمى والقشعريضة والقصور في وضائف ذلك حدد صاحب الفصيل الذي لا يمكنه أن يأخذ دم إلا من نفسه اللي هو الأو الأو ما بيقدر إلا يأخذ من نفسه بس بيقدر يعطي الكل ما الفصيلة التي تحتوي بلازمة الدم فيها على نوعين من الأجسام المضادة الأو تحتوي على جسم مضاد اسمه الأنتي A وتحتوي على الجسم المضاد الأنتي B تمام الشخص موجب العامل الرئيزيسي لا يوجد في بلازمة الدم لديه أجسام مضادة اللي هي الأنتي D والشخص العامل الرئيزيسي السالب تتكون في بلازمة ده أجسام مضادة اسمه الأنتي D بصورة استجابة منعية بس يعني في صورة استجابة لا حدث إذا نقلت إليه خلايا دم حمراء من شخص موجب العامل الرئيزيسي يعني متى ينتج الشخص السالب العامل الرئيزيسي الأنتي D فقط إذا إجعليه دم موجب فصائل موجبة العامل الرئيزيسي تعطي الموجبة فقط ويسترط قبل أنها تعطي الموجبة أنه يتوافق حسب الأي بي أو الأو ماينس يتبرع لجميع الفصائل الموجبة والسالبة الآن أخذناها الأي بلاز مثلا لا يتبرع للأي ماينس لأنه سيلتقي مولد ضد دي تبع الأي بلاز مع الأنتي D الذي سينتج لأنه يجعليه موجب ويحدث طوشة الأو بلاز ما بيقدر يعطي للأي بي ماينس ليش سيلتقي مولد ضد دي مع الأنتي D المنتج من الدم السالب ويحدث طوشة الأي بي ماينس لا يعطي الأي بي ماينس والأي بلاز والأي وماينس ليحدث أكثر من طوشة التقاء مولد ضد اي مع البي الأنتي بي والبي مع الأنتي بي الاي مع الأنتي اي والبي مع الأنتي بي تمام؟ هون ليش ما بيصير لالتقاء مولد ضد دي مع الأنتي دي يعني هذا رح ينتج أنتي دي لأنه يجع موجب على سالب ورح يلتقي البي مع الأنتي بي برضو ورح يلتقي المولد ضد اي مع الأنتي اي كمان يعني هنا ثلاث أجسام مضدة مع ثلاث مولدات ضد فعشان هيك طوشة كبيرة رح تكون هاي أفسر الحصة القادمة إن شاء الله تعالى وميكمل هذا الجدول بعد ما تحلولنا إيش يا جماعة هذا الجدول معاكم واجب وهذا الجدول واجب واللي بيجيبه صح إلو جائزة مني أنا بالتحديد الآن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى رح تكون حصصنا ثلاث أيام في الأسبوع أحد وثلاثة وخميس حينزل أحد وثلاثة وخميس الأسبوع القادم نكون مشطبين على البروتينات بشكل عام يا جماعة الخير والأسبوع اللي بعد إن شاء الله تعالى بأحد وثلاثة وخميس نكون مشطبين أول حصطين على اللبيدات ومن ثم حصطين على الحموض النووية ومنكون ختمين الدرس الأول ضمن الخطة يا جماعة الخير يا حبايب القلب شدولنا الهمة وادرس أول بأول وارجونا همامكم وعزمتكم يعطيكم ألف ألف عافية اشتركوا في القناة